السلام عليكم ورحمة الله درس اليوم من القراءة العربية للصف الرابع الابتدائي أدي موضوع العمل من الحديث الشريف العمل صفحة 7 نأخذ نقرأ مع حل التدريبات بسم الله الرحمن الرحيم من الحديث الشريف من الحديث الشريف العمل العمل ضم هنا الشقرة العمل جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني فقير فساعدني فأعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأسل وقال له اذهب واجمع الحطبة وبعه ثم ارجع إليه حمل الرجل فأسه وذهب إلى الجبل وأخذ يقطع الحطب ويجمعه وأخذ يقطع الحطب ويجمعه ثم يبيعه فربح مالا كثيرا واشترى لأولاده ثيابا وطعاما فعرف لذة العمل ولما عاد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هذا خير لك من أن تقعد بلى عمل وتشكو من الفقر وتشكو من الفقر رح عيده من الحديث الشريف العمل جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني فقير فساعدني فأعطاه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأسا وقال له اذهب واجمع الحطب وبعه ثم ارجع لي حمل الرجل فأسه وذهب إلى الجبل وأخذ يقطع الحطب ويجمعه ثم يبعه فربح مالا كثيرا واشترى لأولاده ثيابا وطعاما فعرف لذة العمل ولما عاد إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال له هذا خير لك من أن تقعد بلى عمل وتشكو من الفقر وتشكو من الفقر هذه الموضوع حسنا نأخذ حل التدريبات يقول حوار يقول لما أولا لماذا طلب الرجل من النبي عليه الصلاة والسلام أن يساعده نقول لأنه كان فقيرا لماذا نقول لأنه كان فقيرا فنكتب لأنه كان فقيرا زي تدريب النقطة الثانية ماذا قال النبي محمد عليه الصلاة والسلام للرجل قال له اذهب واجمع الحطب وابعه ثم ارجع لي اذهب واجمع الحطب وابعه ثم ارجع لي نعم ثالثا كيف عرف الرجل لذة العمل شون عرفه حين ربح المال واشترى حين ربح المال كثيرا واشترى لأولاده ثيابا وطعاما حين ربح المال واشترى لأولاده اشترى لأولاده نقول ثيابا وطعاما ثيابا وطعاما نعم التدريب هذه اقرأ ثم اكتب في دفتر قال الرسول محمد عليه الصلاة والسلام اولا ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه ثانيا اعطوا الاجير اجره قبل ان يجف عرقه ثالثا ما اكل احد طعاما خيرا من ان يأكل من عمل يده صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام هايذ نقرأ يعني يقرأ هالطالب ويكتب هاي في دفتره وبالتوفيق ان شاء الله اشتركوا في القناة